هذا هو السؤال وهذه حتى في كل الإصلاحات التي وقعت إصلاح المنظومة التربوية منذ 2003 إصلاح وإدراج السيستم الامدي لم نعتمد في أي وهلة على رجال ونساء الميدان فالإصلاح يكون بإشراك المختصين في الميدان وإذا نظرنا إلى هذه الإصلاحات التي كانت فنظريا يقوم بها ناس لا علاقة لهم بالمنظومة لا يشتغلون في المنظومة ولم يدرسوا فيها ولا يدرسوا فيها أبناؤهم ولا أي شيء فتكون النتائج كما ترون في جل الأحيان فاشلة هذا هو السؤال وحاليا في هذا العصر وقد حضرت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ندوى في النمسا حول دور البحث العلمي في التنمية المستدامة وفي تطوير المجتمعات وكانت الورشة حول الهجرة ولكن ألحه على ضرورة إشراك الباحث لأنه وحده الباحث الأستاذ الباحث خاصة الأستاذ الأكاديمي الباحث وحده الأستاذ الأكاديمي الباحث يمكن أن يناقش الأمور بكل حياد وفي كل موضوعية وبكل علمية إذن هذا هو السؤال الذي يطرحه جميع الأساتذة الباحثين وأساتذة العلوم الإنسانية في الخصوص في كليات الآدم لماذا لا يشرك الأستاذ الباحث في أمور نحن أساتذة باحثون مختصون فيها ولنا أبحاث حولها ولنا تراكمات معرفية في الموضوع إذن أظن أن على الجهات الوصية أن تقوم بإشراك وحتى بطرح السؤال على المختصين ليأتوا بخبراتهم ويعتوا اقتراحاتهم ومن خلال الاقتراحات نرى ما هو ممكن تحقيقه أظن أن الخطابات الملكية تكون واضحة ودقيقة ولكن للأسف في تنزيل هذه الخطابات وفي تفعيلها يكون هناك تعصر ويكون هناك شيء من الاستعجال حتى الاستعجال أظن أن الاستعجال وكان هناك خطاب ملكي مؤخرا أظن أنه كان علينا أن نأخذ شيء من الوقت لنرى ما هي الوسائل الأنجح لتنزيل هذا الخطاب الاستعجال لا يؤدي إلا لنتائج نعرفها لأن السرعة تقتل كما يقال السرعة تقتل إذن هناك إرشادات واضحة وهناك توجهات واضحة في خطاب صاحب الجلالة ولكن للأسف يعتمد المسؤولون على تنزيل هذه الخطابات بأنفسهم أو باللجوء إلى الإداريين في هذه الوزارات ولم يلجأ أبدا أحد للباحثين وللمختصين والخبراء لإنزال ودراسة أنجع الوسائل لإنزال هذه الخطاب هناك إرادة قوية للسياسة العامة للبلاد للإصلاح التعليم ولكن للأسف لا زال التعليم في المغرب متعثر أنا أتمنى أن يعي المسؤولون بضرورة الانفتاح على الجامعات وعلى الخبراء وعلى البحث العلمي لدراسة القضايا المطروحة دراسة علمية أكاديمية بدون أي حسابات سياسية ولا إيديولوجية لأنه وحده الباحث المستقل وأسطر على كلمة المستقل حتى من بين الباحثين هناك من له الويناء انتماءات حزبية وإيديولوجيا أنا أؤكد على ضرورة إشراك الباحثين المستقلين الذين ليست لهم لا انتماءات سياسية ولا اعتبارات إيديولوجيا لتفكير في المسألة واقتراح وسائل ناجعة أو حلول ناجعة للنهض بمنظومة تربوية للمغرب شيء آخر قد يصدم الجميع أن اللغة العربية الفصحة عكس ما يقول بعض اللسانيين والمتخصصين اللغة العربية الفصحة ليست اللغة الأم لا للمغاربة ولا للعرب اللغة العربية الفصحة نكتسبها في القسم ونكتسبها عبر التعلم إذن لا يمكن اللغة العرب اللغة الأم ما هو اللغة الأم اللغة الأم نكتسبها بالفطرة نكتسبها دون أن نتعلم قواعدها فاللغة الأم في المغرب هي اللغة الدارجة أو اللغة الأمازيغية أما اللغة العربية الفصحة فيتعلمها الطفل في المدرسة إذن يتعلم قواعدها ويتعلم نحوها وصرفها وتركيبها وشكلها إذن هذه اللغة يجب أن نتعامل معها كلغة أجنبية إلى حد ما إذن يجب أن نعتمد المهارات يجب أن نطور عند الطفل مهارة الكتابة حقا ولكن يجب أن نركز على مهارة المحادثة والاستماع لأن عملية المحادثة نرى طلبة في الجامعة ولا يستطيعون أن يعبروا عن فكرتهم باللغة العربية الفصحى يصل طلبة إلى الجامعة في مسلك اللغة العربية ويقومون بأخطاء فادحة في اللغة العربية لماذا هذا؟ لأن طرق التدريس تطورت لماذا نستطيع أن نعلم اللغة الأنجليزية مثلا للتنبى في وقت وجيز لأنها تعتمد طرق حديثة في التعلم وتؤكد على ضرورة المحادثة وضع المتعلم في الإطار ووضعه في سياقات محددة ونطلب منه أن يتحدث ويفترض أنه في وضعي هذا ويقول ما يجب قوله حتى تعليم اللغة الفرنسية في المغرب متجاوز ونحن شيئا ما نقلنا الكثير في تعليم اللغة العربية من اللغة الفرنسية واللغة الفرنسية هي نفسها نفهم لماذا؟ لأن الطفل المغربي أو الشاب المغربي يتعلم اللغة الفرنسية لعشر سنوات وهو لا يمكن يتقنها ولا يمكن طالب معي لا يمكن أن يتحدث بها أين الخلل؟ يجب إعادة النظر في طرق تعليم اللغات لأن العالم تطور وطرق التعليم تطورت وخاصة مع الشباب والعقلية تطورت فأصبحت هناك طرق سهلة لتطوير المهارات ترجمة نانسي قنقر